بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل الرابع لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Functional and Non-Functional Requirements تعال نشوف مع بعض بنقول يا جماعة إيه الفرق ما بين كلمة Functional and Non-Functional Requirements يعني إيه المتطلبات الوظفية والله هو وظفية طيب بنقول يعني إيه Functional Requirements متطلبات وظفية بيقولك أنا مع المتطلبات الوظفية هي شرح حالة النظام والخدمات اللي هيؤديها شرح الحالة والخدمات اللي هي ايه هيؤديها وإيه المتوقع إنه يكون الناتج بتاعه إيه المتوقع تكون الوظفة الأساسية له معايا وإيه هيتم الكلام ده عن طريق إن فيه Inputs هتدخل للنظام وهنشوف رد فعل النظام والاوبتس بتاعه هيكون شكله عامل إزاي ورد فعل النظام في ايه ها في بعض المواقف المحددة معايا يبقى نقول مع بعض إن المتطلبات الوظفية ممكن نختصرها كده ونقول إن هي ايه إن هي تو ايه توصف لي الفانكشن الأساسية أو الوظيفة الأساسية للنظام ورد فعل النظام في مواقف معينة جميل ايه نقرأ مع بعض بقولك statements of services the system should provide how the system should react to a particular inputs and how the system should behave in particular situations طيب ده بالنسبة للمطلبات يا جماعة الوظفية طيب المتطلبات اللي هي وظفية بيقولك ايه بيقولك هي وصف خليباك بقى من كلمة اللي جاية دي هي وصف ايه للشروط والقيود اللي فيها النظام هيقدر يخدم وهيقدر يطلع الوظيفة بتا إذن هي تتعلق بقى كلمة نانفنكشن بايه بالشروط والقيود اللي على مين اللي على ايه النظام عشان يعمل ايه يخرج الانبوت اللي هو اللي انت ايه طلبه كيوزر معا يا جماعة جميل فارق او في فارق ايه في الفانكشن لكوارمنس اني يهمني الوظيفة في النانفانكشن لكوارمنس يهمني ايه ها قول انت يهمني ايه فعلا يهمني الشرط والقود اللي علي الوظيفة مرى معاي أديك مثال مثلا على سبيل المثال اعتبرنا انه فيه برنامج شؤون الموظفين شؤون الموظفينمسلا لازم مثلا يحسب Never working at the time من شرطى أساسي انه يحسب اجازه الموظف من فترة كثير الى فترة كثير طيب الشروط اللي ممكن تكون على أداء زي إيه يعني مثلا يحسب المدة الأجازة دي في فترة زمنية قد الأداء النظام يكون قد يستغرق كام ثانية يعني ممكن يحسب الأجازة بتاعته في مثلا 3-18 أو 3 أجزاء من الثانية مش كده؟ أو يحسب جزئين من الثانية وهكذا إذن مدة الحساب قد إيه وهل انت حضت شرط في مدة الحساب دي ولا لأ معايا؟ آه دي معانها إيه non-function requirements آداء النظام نفس الperformance بتاعه نفس معايا يا جماعة؟ آه دي اسمها إيه non-function requirements هنقول كده مع بعض هي constraints on the surface or function offered by the system such as timing con-strain يعني انت حضت في دماغك أن النظام ده هيقومت بالوظيفة في مدة قد إيه con-strain on development process وكمان الشروط اللي على عملية التطوير نفسها وكذلك الإيه الstandards طبع في حاجة برضو أخيرا هنتكلم فيها اللي هي domain requirements اللي هي المتطلبات اللي هي النطاق وفيها بنقول إيه بقى السيستم دو نطاق شغله فين بالزبط نطاق العمل بتاعه يتعدى ولا ما يتعدش النطاق دو لا إحنا قلنا بنحط له نطاق حتى لا تتعدى وظيفته هذا النطاق طب بنسمي الكلام ده domain requirements وبنقول إن constraints on the system from the domain of operation نطاق عمله قد إيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنال